اشتركوا في القناة في هذا اللقاء الإيماني من آية وحكاية يعني ايه آية وحكاية مولانا الأول هو الحقيقة طبعا الليف تعاليك وعلى السادة المستمعين احنا حنتكلم ان شاء الله بإذن الله عن حكايات بتصاحب آيات قرآنية لانه القرآن الكريم بينقسم لقسمين في قسم من القرآن نزل من غير سبب نزول يعني نزل ابتداء من الله سبحانه وتعالى مش لازم يكون له سبب يعني لنزول الآيات وفي قسم له سبب احنا بقى حنتكلم عن الآيات اللي ليها سبب اسمها أسباب النزول فأسباب النزول هنا الحقيقة يعني ورد في روايات وأحاديث وأقوان عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمور قالها الصحابة يعني يجي الصحابة يقول لك ايه نزلت هذه الآية عندما كنا نفعل وكذا 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 إلى آخر هذه الأمور بس شيء جميل أوي أن احنا نعيش في رحاب القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن إيه؟ حكيم حكيم خبير سبحانه وتعالى فما في آية في القرآن القرآن 6236 آية ما في آية إلا نزلت لحكمة سبحان الله العظيم الأيوة الحكمة في الصحيح كل آية لا حكمة إنما هنا بقى يهمنا أن احنا نقف عند القصص المصاحب لنزول الآية ذاتها جميل اللي على فكرة ده فيه فوائد لا تعد ولا تحصل ما هو يطلع بقى أولادنا يقول لك طب إيه فايدة إن أنا أعرف إن الآية دي سبب نزولها إيه؟ اتنين من أهم العلماء والأئمة عندنا الإمام الزركاشي في البرهان والإمام جلال الدين الصيوتي في الإتقان كتاب اسمه البرهان وكتاب اسمه الإتقان والإتنين بيتكلموا عن علوم القرآن الكريم قالوا فوائد لطيفة جدا على فكرة تعالى نقول بعضها علشان حتى السادة المستمعين يعرفوا إيه فوائد نزول الآيات ومعرفة هذه القصص التي تصاحب نزول هذه الآيات أول فايدة هي معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم الحكمة إيه؟ من نزول هذه الآية لأن معرفة الحكمة التي من أجلها كان الحكم الإلهي في أي أمر من الأمور اللي نزل القرآن فيها بيشعدك ده على تنفيذ الحكم وفهم الحكم واستيعاب هذا الحكم ده مش كده وبس ده حيمنعك من التحايل على الأمر الإلهي أو النهي الإلهي صحيح لأن البني آدم لو عارف يعني مثلا لو عرفنا الحكمة في إنه ربنا حرم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فجلتني بقول عليكم تفلحون مثلا وعرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لما بنعرف بقى أن الحكمة هي منع العداوة بين الناس والحفاظ على العقل والآخر الإنسان مش حيحاول أنه يذهب عقله ولو بغير الخمر صحيح علشان كده يبقى يدخل فيها بقى الحبوب المخدرة ويدخل فيها الحشيش مثلا ويدخل فيها الأفيون كل ده في المحرمات حتى لو الآية ما نصتش عليها كل ما يغطي العقل كل ما يغيب ويغطي الله ينور بصيرته يبقى معرفة الحكمة التي من أجلها نزلت الآية ده أول أهم أسباب النزول أو فوائد أسباب النزول جميل يا مولانا الفائدة الثانية يا حبيبي وأحبابنا المستمعين الاستعانة بسبب النزول على الوقوف على مرامي الآيات يعني إيه الكلام ده بقى حضرتك؟ يعني طبعا الله ينور بصيرته عشان ندفع أي شبهة عن الآية لأنه مجرد أن الناس تقرى الآية بس كده ممكن ينطبع في ذهنه حكم غير اللي الآية بتقوله أيوة تجي ناخد دليل على كده؟ فضل الله يفتع عليك أنت شفتها يعني اللهم صل على النبي الآية دي على ظاهرها كده بتقول لأي حد يصلي في أي اتجاه يبقى ما فيش تعيين للقبلة كده هو بيقول لك وليه المشرق والمغرف فإنما توله فثم واجه الله يبقى وين مطروح وفين مطروح أي اتجاه ليك هو دوت فثم واجه الله صل فهو مش ده مقصود الأهل دي بتتكلم عن حكم صلاة النافلة والنافلة يسقط أو لا يتعين فيها تحديد القبلة اللي العاجز عن تحديدها يعني أنا ممكن في النافلة وأنا ركب السيارة زي مستمعينا دلوقتي ممكن أصلي سنة عادي آه طبعا ومن غير تحديد للقبلة يعني إذا كانت يتعذر عليك تحديد القبلة فيجوز صلاة النافلة ولو لغير القبلة للمسافر كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي على رحلته حيثما توجهت تتوجه الدبة لركبها يمين أو شمال أو خلافه ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغير وجهاته وذلك في صلاة النافلة إنما بقى في الفرد يجب تعيين القبلة والاكتهاد وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بالضبط كده وده كلام حتى لو لقيت الإمام الزركاشي في البرهان بيقول إيه إننا لو تركنا مدلول لفظ الآية لاقتدأ أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة في الصلاة صفرا ولا حضرا وهو خلاف الإجماع صحيح فده كلام مهم جدا أدي معرفة لها ده في بقى حضرتك حاجة مهمة كمان فإذا من فوائد معرفة أسباب النزول آه طبعا إيه بقى من معرفة إحنا قلنا مرامي الآيات جميل منها برضو مثلا لما تقرأ آية زي إيه إن الصفا والمروة من شعائر الله تعال نسمح كده أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لو أنت بسيت بقى حتلاقي ربنا سبحانه وتعالى هنا يا فضل الشيخ نعم زي ما سمعنا مع بعض إنه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما آه يعني فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني هل الأمر اختياري آه شفت بقى هو دوت اللي بيتفضل للزهن بقى عند بعض الناس يونك فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإنه يعني أنت برحتك لا طبعا الكلام مش كده خارس آه هو الموضوع أن الصحابة كانوا بيتحرجوا من الطوف بين الصفة والمروة لأنه أيام الجاهلية كان فيه صنامين صالم عند الصفة وصالم عند المروة هو أنا ملاحظ أن القرآن قال لي إيه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ما إنه إحنا بنقول السعي بين الصفة والمروة حتى فضلتك دلوقتي أصريت آه في تعبيرك أنك تقول يطوب بين الصفة والمروة أيوه هو ده سعي ولا طوف لا هو سعي بس هو القرآن عبر بالطوف لعلة لغوية وبلاغية عظيمة أيوه لأنه الطوف هو أن تبدأ من حيث انتهيت وتنتهي من حيث بدأت أيوه يعني طالما أنا ببدأ بالصفة روح المروة وبرجع تاني لنفس النقطة إيبا هذا هو الطوف أيوه يبقى الطوف أن تبدأ من حيث انتهيت وتنتهي من حيث بدأت بتقول لي بقى معرفة سبب النزول هيخليني أفهم الآية على حقيقتها إحنا كنا فهمين أن الآية فمن تطوع خيرا فإن الله شاكرنا عليهم يعني برحتك فأنت بتقولي لا ده الصحابة كانوا بيتحرجوا أنهم يسعوا بين الصفة والمروة صحيح ليه بقى علشان كان زمان في الجاهلية كان فيه صنم بيعبد من دون الله فلما جاء الإسلام محطم الأصنام فالصحابة مش عاوزين يراجعوا أو يسترجعوا هذه الكريات الملفات الأديمة أو يتهموا بأنهم بيعبدوا غير الله فربنا قال لهم لا ده خلاص ده وقت وانتهى فلا جنح عليه أي الطوفة بهما هذا المعنى فجاء المعنى بقول الله تبارك وتعالى فمن حج البيت أو اعتمره فلا جنح عليه أي الطوفة بهما خلاص ليه يا رب كده لأنه من شعائر الله في معرفة المرامي أو الأسباب التي من أجلها شارع الحكم وهذا سبيله هو معرفة أسباب النزول يقضي على الإشكالية التي تتولد في عقل الناس في هذه النزول لبقى ده أمر مهم جدا يا حضرات عشان كده كان برنامج آية وحكاية معرفة أسباب نزول الآيات وقصص هذه الآيات المباركة وفي أسباب تانية ولسه هنعرفها مع مستمعين الكرام بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله ورجعنا لكم مرة تانية إعزائي المستمعين والمستمعات على راديو تسعين تسعين ومعرفة أسباب النزول في برنامجنا آية وحكاية مع فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز ومولانا الحبيب فضلة الشيخ خالد الجندي إحنا في المقدمة بنبين لولدنا وأحبابنا أهمية معرفة أسباب نزول الآيات ومشكول للقرآن له أسباب نزول في آيات مخصوصة لها أسباب نزول حضرتك بتقولنا يا شيخ خالد إحنا لابد على كل مسلمين ومسلمة من معرفة أسباب النزول ليه؟ قلتنا السبب الأول عشان إحنا نبقى عارفين ده هيساعدنا في فهم الآيات والحكم الشرعي صحيح والاستعانة على تنفيذ هذا الحكم الشرعي صحيح والسبب الثاني قلنا إنه زي في آيات كده الناس هتفهمها خطأ زي فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهم اللهم استعبوا بين الصفا والمروى فالناس كانت فهمة المسألة دي خطأ فمعرفة سبب النزول ولله المشرك والمغرفة إنما تولوا في السامة واجه الله جميع برضو من الحاجات اللي ممكن تلتبس على الناس وشرحناها وقلناها إيه تاني بقى؟ أهم حاجة برضو عاوز أتمم كلامك برضو قبل مبدأ التالتة عاوز أقول إيه؟ إنه معرفة أسباب النزول ده علم مستقل بذاته في علوم القرآن مختلف عن علم التفسير صحيح يعني علم التفسير هو معرفة تفسير الكلمات والآيات والمقاص بيهتم بالشرح بالشرح إنما أسباب النزول بيقولك الآية دي نزلت فين وإمتى وسببها إيه؟ أيوة وإيه بقى اللي حنستفيده؟ هو ده الأصل في علوم التفسير الأصل في علوم التفسير والأصل في علوم في أي علم ممكن تتخينه ده من أشرف العلوم المعرفة أسباب النزول لأنه لما تعرف لماذا نزلت وفيما نزلت وكيف نزلت الآية ده حيغير أمور كثيرة جدا جدا الناس حتستفيد منها تعالى ناخد التالتة في حاجة اسمها دفع اللي علماء بيقولوها كده بتوع أسباب النزول رضي الله عنهم ورضاهم علماء القرآن والقراءة تقولك دفعوا توهم الحصر أن أنت تقرأ آية معينة فتتخيل أن الآية دي بتحصر لك المحرمات في الثلاثة أربعة دول بس مثلا كل أجد فيما أوحي إلي محرم شوف الترتيب لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحمة خنزية فإنه رجس أو فسقا قد يتبادل إلى الزهن أن الثلاثة دول بس هما اللي حرام والباقي حلال هما الفين بقى حرمت عليكم الميتة والدم والحم الخنزية وما أهل الهيئة غير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع انتهينا بقى مهم أنك تعرف أن هذه الآية جاءت جوابا على سؤال وجوابا على إجابة على بعض الادعاء من اليهود الذين قالوا أنه هذه الأمور التي أبيحت دون سواها فقال له لا لا فقال له ربنا قال لهم لا أنا بقى أنا لا أجد فيما أوحي إلي محر على طاعم يطعمه إلا أن يكون واحدين ثلاثة أربعة يعني إذن هذه جاءت ردا على من ادعى غير ذلك إنما لم تأتي للحصر أبدا يعني مش المحرمات كلها محصورة في الثلاثة دول بس وعلشان كده مثلا لو ربنا مثلا بيقول عن والدين إيه فلا تقول لهم أوف أه أولا تنهرهما هل واحد يفهم أن الكلام ده للوالدين بس وأي حد تاني أنفخ في وشه واشخط فيه على رأيك صحيح أهلا مهم يعني هو لازم أو فلا تقول لهم أوف هل فقط النهي عن قول أوف للوالدين يعني هل يجوز أن أنا أقول أوف الخلطي ولا العمتي ولا الامراطي مثلا ولا الجراني لا طبع هل يجوز لا طبع أن الأوف دي ينفخ في وشه وكده اللي هو يتأفف يتأفف إنت بقى هتقرفونا بقى ولا هتضايقونا ينفع الكلام ده لا طبع دي أخلاق غير حسنة صحيح إنما هنا ما فيه إذن سبب النزول لما نعرفه بنبين أن الموضوع ما هواش للحصر ما هواش للحصر حتى قريبة منها المسألة اللي قالها سيادنا العلماء يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أيوة ما تجيش أنت تقول يعني المرأة اللي قد تقول للنبي عسام خولة بنته فعلابة أن زوجي أوسن ظهرني قال لي أنت عليك ظهر أمي يعني فنزلت الآيات عن المجادلة قد يسامع الله قولة التي تجادلك في زوجها هل ما يجي واحد يقول لك لا دي نزلت في خولة فقط لكن الحكم ما يسريش علينا فنقول له لا دفع توهم الحصر في فايدة كمان مهمة جدا معرفة اسم من نزلت فيه الآية وتعيين المبهم فيها حتى لا يشبه أو لا يشتبه به غيره الله عليك يعني إيه يعني أحيانا بعض الناس يفتكر إن الآية دي نزلت في شخص وهي نزلت في شخص تاني وهذا الاشتباه يؤدي لضياع الحكم لأنه لأنه أنت لازم تاخد العبرة من هذا الشخص نفسه صحيح اللي ربنا بيعيت لك العبرة فيه يعني مثلا لما نزلت في بالعم بن بعراء من بني إسرائيل قول الله تبارك وتعالى واطلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسالخ منه فحدد لك ده مين ده كذا 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 فلما تعرف من أسباب النزول إنه نزلت في هذا الشخص تعرف الشخص ده عمل ليه كده والآية نزلت فيه ليه كده والعبرة اللي ناخدها من الموضوع ده إيه وإيه اللي نعمله عشان ما نبقاش زيه لأنه ده حصل موقف مع ستنا عائشة وأخيها سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر آه في حديث مروان بن الحكم الآية تقول في سورة الأحقاف والذي قال لوالديه أف لكم أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم أديك شفت حضرتك الآية دي بقى المروان بن الحكم كان بيقول قدام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رضي الله عنه أرضها إن الآية دي نزلت في أخوها إنه هو عبد الرحمن طبعا فالسيدة عائشة وده انتهام خطير طبعا بقى أخوي عبد الرحمن بن عوف كان بيقول لأبوه عبد الرحمن بن أبي بكر كان بيقول لأبيه اللي هو أبو بكر أف لكم كلام ما حصلش فالسيدة عائشة ردت رد بليغ جدا وقالت له بالنفذ كده قلت له لا والله ما هو به يعني حلفت له كده قلت له لا والله ما هو به ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه هذه الآية لسميته وقالت والله لم ينزل في أبي بكر ولا في آل أبي بكر أيها صحيح إلا ما فيه براءة اللي جي في صورة النور أيها اللي هي اللي هي البراءة اللي حدثت الإفك مش كده فمعنى ذلك إن السيدة عائشة وضحت دي نزلت في دي ما نزلتش فينا وإلا كان حيبقى المعنى مختلف تماما لإنه كنا حنتهم أسرة أم المؤمنين عائشة إنه كان فيها واحد اسمه عبد الرحمن من أبي بكر وكان كافراً وعقل والديه وإذا غير صحيح عموماً تعال ناخد هذا الفاصل ثم نواصل ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين والمستمعات ولسه بنتكلم عن أسباب النزول وعرفنا أنها معرفة مرام الآيات ومعرفة من نزل فيه الحكم ومعرفة الحكمة التي نزلت من أجلها الآيات يعني ليه بنعرف أسباب النزول إيه أهمية أنك تعرف سبب نزول الآية عشان تستمتع بالقرآن تمتعاً حقيقياً اعرف الآيات نزلت في مين وإمتى وليه وإزاي والله يا شيخ خالد تصور إن ده علم يعني محتاجين إن إحنا نوصله لأولادنا بما إن إحنا حتى نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما كل سنة الناس بتقرأ القرآن بس هو الحكمة من الآيات إيه ليه الآيات دي نزلت وراء حكاية لطيفة جداً جداً والناس لو عرفتها حتستمتع من أهم الناس ومن أجمل الصحابة رضوان الله عليهم اللي كان بارع في هذا العلم كان سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ده صحيح معاك حق كان لا يسأل عن أي آية أي آية في كتاب الله إلا ويقولك الآية دي نزلت إمتى وفيه وسببها إيه والمناسبة التي نزلت من أجلها هذه الآية صحيح أنت شو تلاحظ حاجة فضل الشيخ رمضان فضل لما بنسمع مثلاً الظروف المصاحبة لقرارات هامة أيوة في التاريخ الأمة صحيح إحنا بنبقى مشتقين نعرف إيه الظروف اللي ييجي مثلاً واحد يحكي لك مثلاً يقولك إيه ده في الستينات حصل كذا أنا كنت قاعد ساعتها والرئيس جمال عبد الناصر جاله تليفون وكنت شايفه كان وشه حمر أو غضب ورد على اللي بيكلمه وقاله كذا وكذا وكذا مثلاً الرئيس السادات لما اتخذ قرار العبور وفي تلاتة ساعتين نتعرف إننا بنبقى مجدودين أوي أوي لما بنشوف هذه البرامج التاريخية وقعد بقى حد من أجددنا كده وقعد يقرخ وقول وحصل كذا وكذا 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 فما بالنا بكتاب ودخل فلان واعد فلان صحيح ايه ده كلام ده مشوق اه والله فعلاً صح معشان كده احنا حبينا في أول حلقتنا يبقى فيه حاجة تمهدية كده نبين للناس ايه أهمية هذا الملف الخطير اللي احنا لازم نفتحه ونتعلم منه كتير لا ده فيه فايدة خمسة كمان ايه بقى يا سيدي تسهيل الحفظ صحيح انت مش كده انت لما بتبقى عارف سبب النزول حفظك للآية لما تبقى فاهم اللي انت بتحفظه وعارف القصة بتاعته هتحفظه بسرعة صحيح صحيح وده كان حتى مشايخنا وهم بيحفظونا القرآن زمان يا مولانا كانوا بيربطونا الآيات رباط كده عشان ما ننساهاش تاني اه اه انا فكر مرة كنا بنقرأ مع الشيخ اه وبعدين فيه آيتين في القرآن شبه بعض آية بتتكلم عن سيدنا المسيح اه والآية بتتكلم عن سفينة سيدنا نوح نعم فالآية اللي بتتكلم عن سيدنا المسيح ربنا بيقول عن ستنا مريم ايه واجعلناها اللي هي السيدة مريم اه وابنها آية للعالمين اه وجازة طبع والآية بتتكلم عن سيدنا عن سفينة سيدنا نوح ربنا بيقول ايه واجعلناها اللي هي السفينة يعني آية للعالمين اه فواحد من زماننا قاعد قدام الشيخه بيسمع الآية فكان بقى عن قصة سفينة نوح فقول واجعلناها وبنها آية للعالمين قال له يا ابني دي كانت سفينة قال له يا مولانا يمكن كم ماشي وراها قارب صغير ولي حسن صرفها يعني فسعدت علقت في أذهاننا وإحنا أطفال صغر بنتكلم عن ستنا مريم يبقى هي معجزة وابنها آية للعالمين ولما نجل نكلم عن سفين سيدنا نوح يبقى جعلناها أي سفينة آية للعالمين فدايما معرفة الأسباب وربط الأحداث بتسهل علينا الحفظ صحيح وبعدين وضرب المثل كمان المصاحب للواقع بيخلي الإنسان يبقى عارف أنه الواقع دي حتكون درسي ليك مصاحب لحياتك طول عمر صحيح لما يجي القرآن في سورة المائدة واتكلم عن ابني آدم واتلوا عليهم نبأ ابني آدمة بالحق اتقربها قربانا إلى آخر الآية الواحد عرف خلاص أنه هم هابيل وقبيل خلاص خلصنا إنما الحقيقة اللي حصل للأخ القاتل في آخر القصة لما قال قال يا ويلات أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأت أخي فأصبح من النادمين فالواحد بيبقى حريص إنه مايفردش في أخوه علشان مايندامش صحيح يا سلام دي عزة دي عبرة جميل الحقيقة ده كل معرفة أسماء بنزول من أهم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا فيها في بقى سبب برضو ده في حاجة كمان مهمة أو يا مولانا هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه ليتدبروا الله ده من أقوى العبادات يا مولانا عبادة التدبر والتأمل في آية الذكر الحكيم نعم مش نقرأ القرآن كده ونمر عليه وخلاص بدون معرفة إيه لآية دي وليه جت وليه نزلت وكان إيه سببها فده أمر مهم جدا ما ننساش العبادة الغليل هو التدبر القرآن وهو ربنا سبحانه وتعالى أفلا يحفظون القرآن أفلا يتدبرون القرآن إيه أمعنا كده هو وتدبره مش وقف على الحفظة بس أيوة طبعا يعني هو تدبر القرآن على المشايخ وخريج الأزهر بس نعم طبعا وأهلنا دلوقتي مستمعنا اللي ركب سيارته واللي في بيته واللي في المطبخ بتاعها كلنا نتدبر أي أنا عاوز أقول لك بس كلمة سيدنا الإمام الحسن بصري يقول لك إيه لا يؤمن أحدكم حتى يظن أن القرآن نزل عليه وحده يا الله شوف العظمة دي يا الله والله يا شيخ رمضان معنى المعنى ده يقشعر له البدن وتتتزال يخاطبك أنت يخاطبك أنت يحدثك أنت فأنت تقول إيه الكلام ليه أنا ما ليش دعوه بغيري يا عمي أعمل بالقرآن يقول لك إيه يا عمي أنت شايف الناس لا إنت لازم تعرف إن القرآن نازل عليك أنت نازل ليك أنت رسالة من الله أنت رسالة من الله لك أنت فده الحقيقة حيدينا فرصة إن إحنا نفهم القرآن الكريم معرفة أسباب النزول من الحقيقة معرفة أسباب النزول دي من الأمور اللي يعني اللي حتبقى هدية للسادة المستمعين والمستمعات وهدية لكل مسلم عاوز يعرف أكتر معلومات ممكن يعرفها عن القرآن الكريم يقرب من الآيات يتقرب من الفهم يقرب من القصص المصاحب لأسباب النزول لما تعرف حضرتك إنه في القرآن الكريم في آيات هذه الآيات وإن نزلت لمناسبة لكن القصد منها خطاب لكل الناس اللي واحد فينا حيبقى عارف الأمثال دي في يدتها إيه ويضرب الله الأمثال للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها وما يعقلها إلا العالمون طبعا ندنا بنتعلمه صحيح حنفهمها إزاي من غير ما نعرفها من غير ما نعرف مناسبتها شوف يا شيخ رمضان لما تقرف سورة الفجر يقول له إيه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواء إلى آخر الآيات بتجد أنه هو ليه بيضرب لك المثل ده هو ليه بيوضح لك دي هو مش كان فيه فعلا قوم عاد كان فيه كان عاد إرم موجودين موجودين وفرعون كان موجود وثمود كانوا موجود آه كانوا موجودين يعني سبب النزول بتاعها إحنا نعرف القصة التي من أجلها صيقة الآيات إن ربنا بيضرب مثال للمعاندين والمستكبرين من كفار قريش الذين تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد الله عز وجل أن يلقنهم درسا بالأمثال التي كانت قبلنا ده بنعرف فيه إيه إن العناد والاستكبار مصيره مصير قوم عاد العناد والاستكبار مصيره مصير فرعون وجنوده الوقوف على رؤوس الآي والعبر اللي قد كان في قصصهم عبرة فيضرب مثال عشان كده اللي خدع ملكه زي فرعون واللي خدع وزارته زي همان واللي خدع ماله زي قارون واللي خدع علمه زي بالعم ابن بعوراء ده وطلو على النبأ يبقى كل واحد لا يخدع في ما هو فيه فقد ضربت الأمثلة وقد بيينت الآيات وقد أوضحت أسباب النزول حتى يحيى من حي عن بينه ويكون إيماننا بالله إيمان المستفسرين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التالين لكتابه المتدبرين لأي الذكر الحكيم فاصل ونواصل ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين والمستمعات في آية وحكاية وكنا نطوف بمستمعينا الكرام يا شيخ خالد في فوائد معرفة أسباب النزول ليه إحنا البرنامج بيتكلم عن أسباب نزول آية الذكر الحكيم وأهميته كعلم وعلم ضروري على فكرة والعلم ده حيقضى على الخلافات ما بين المسلمين بالزبط وهي حل مشاكل وألغاز في كثير من عقول الناس كانوا فهمينها خطع عن الآيات أيها طبعا لما نزلت الآية وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسن بعض الناس في غزوة من الغزوات جفلوا حصلوهم حالة من حالات الخوف عشان يقتحي محسن من الحصون ورحوا أقليني الآية دي كان وقف أبو أيوب الأنصار قال لهم لا اتقوا الله هذين نزلت فينا معاشر الأنصار عندما أمرنا الله بالإنفاق في سبيله وقرنها بالتهلكة إن بخلنا بمالنا اللي كل الناس دلوقتي يعني عايز يجبن عن نصرة الحق بقى الإسلام بيعلمنا الشجاعة والإقدام وقول الحق فهو عايز يجبن ويبقى جبان وقولك يا مولانا وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة عايز يتنصل عن التكاليف الشرعية فما يقدهاش ما يعملش الأحكام وقولك يا مولانا لا يكلف الله نفسا إلا وصعاها إيه اللي لا يكلف الله نفسا إلا وصعاها يعني لا ده معناها أن التكاليف الشرعية كل ما كلفنا الله تبارك وتعالى به إنما هو في إيه في وصعنا عاوز يسكت عن كلمة الحق مثلا ما قولهاش يقولك يا عم يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم منظ الله إذا اهتدأيتم شوفها لشان إيه عشان يسوغ لنفسه سكوته عن الحق وعدم أمره بالمعروف وعدم نهيه عن المنكر فنشروا قيم غير مطلوبة حتى الناس لما بيتزنقوا بيروح مكملينها بطريقة بطريقة لما تقولوا واحد إن الله مع الصابرين فيروح حاطت لك شرط كده من عنده إذا صبروا هم يبقوا صابرين إزاي لا يعني إن الله مع الصابرين هم خدوا طاية للصبر ده إزاي صحيح خلاص بيبقى هم أكيد صابرين يعني فبعض الناس الحية برضو لازم يفهموا إن السبب النزول ده أهميته عدم صرف الآية إلى معنى غير مقصود طب يا مولانا أنت في بداية الحلقة يعني قلت إنه من أهم علمائنا الكرام اللي برعوا في هذا الفن يعني كان الإمام بدر الدين الزركاشي في كتابه البرهان والإمام جلال الدين السيوط في كتابه الإتقان هو السؤال بقى العلماء رضوان الله إيجي ابني وأنا بقول له يا ابني أسباب النزول يقول لي تابته جابته كلام ده منين عرفته إزاي يعني صح سؤاله وديه ونسروه يعني ونجدراني إنه الإمام طبعا كامل احترمنا وتقدرنا لأئمتنا العظام جابه كلام ده منين هل من بنيات أفكارهم آه تمام صلى على النبي والله اللهم صلي وسلم وبركاته يا إما يصرح بها القرآن على لسان القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبالشكل ده وتيبقى لا معاقب ما فيش حد يقدر يكلم كلمة صحيح ده القرآن اللي قاله النص كده لما يقول وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فما تقولش نزلت هذه الآيات في فلان الفلان يا عم ده يقول يا آدم هفهمك إزاي تاني صحيح أو ييجي مثلا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيه قاتل الله فلانا وفلان فيهم نزلت لو حدث حديث أو جاء نص آيام أنا معاقب دي أول حالة الحالة التانية بقى لو جه صحابي قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول وثقات رضوان الله عليهم قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم وواكل معاه وشارب معاه وبيصلي معاه وبيحارب معاه وبيحضر مجالسه فييجي الصحابي كده يقولها صراحة ونصة يقولك سبب نزول هذه الآية أو الآيات كده العبارة دي تكون عبارة واضحة نأخذ منها سبب للنزول بشكل مباشر ليه لأنه هو ما سميه صحابي إلا لصحبته لرسول الله فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر يمكن قاعد معاه علشان كده كلام الصحابي في المواضيع دي مش ممكن يكون بتأليف منه أو من بناتي أفكاري لازم يكون نقلا عن الرسول الله عليه وسلم أو حضورا لواقعه هو عاش الحدث نفسه عاش الحدث على طول طب في حاجة تانية بقى أنه الصحابي ما يقولش أن الآية دي نزلت بسبب كذا ممكن يقولها الصحابي يقولها بطريقة تانية يقولوا وقعت حدثة كذا أو وجهة للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال مؤده كذا وكذا فنزلت آيات كذا وكذا هو ما جابش كلمة سبب نزول إنما حكاها لك واقعة ترتبت عليها حالة نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له آيات تعالج هذه الواقعة أو تحل مشكلة الواقعة أو ترد على السؤال اللي سأله سائل أو خلافه شفتوا إزاي يعني كلام مهقر أنا ما ينزل الآية يقولك سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج يوضح تماما حتى من السياق إن في سؤال أو في واحد جه سأل النبي فالنبي رد عليه بالآية نفسها ونزلت عن النبي لما جوم يسألوا النبي وتحدث من دوم للأسئلة قالوا ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر رب بتلاقي كلمة قول كده جاية باستمرار في كل يسألونك للدلالة على إن بيكون سبب نزول الآية سؤال سائل يأما أعرابي مجهول يأما واحد معروف من أعيان قريش أو من صناديد الكفر في مكة أو واحد من أقطاب اليهود إذا في سؤال يقتضي إجابة فلما يأتي السؤال يأتي قل ممكن بقى الصحابي يعبر بإسلوب ثالث إحنا قلنا الصحابي ممكن يقول بالنص كده سبب نزول هذه الآية وكذا وكذا أو ممكن يقول وقعت حديثة كذا فنزلت هذه الآيات في طريقة ثالثة ممكن الصحابي يا فضلتشيخ رمضان يقولها وبنفهم منها إن ده أصدو بيها سبب نزول زي يقول مثلا الصحابي المراد من هذه الآية كذا هنا بقى تفسير الصحابي لها هنا وضحت سبب نزول هذه الآية ده كلام الصحابي وهو مش هيقدر الصحابي يقول المراد من هذه الآية كذا أو أن هذه الآية تدل على كذا إلا لو كان في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي بيحل مشكلة ما أو بيرد على شيء معي في بقى طريقة ربعة برضو الصحابة كانوا بيعملوها وهم بيردوا أسباب النزول يقول لك كلمة عجيبة جدا يعني يقول لك نزلت هذه الآية في فلان أو نزلت هذه الآية عند فلان أو في جماعة من المؤمنين أو في جماعة من المشركين أو في جماعة من أهل الكتاب أو في حادثة كذا بيعين يعني الشخص المبهم غير المعروف الصحابي بيروح من نشن عليه كده يقول لك نزلت في فلاني الفلاني زي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر نعم لما قالوا دي نزلت في آنس بن النضر اللي هو عم آنس بن مالهد يالله عنه كنا كنا الصحابة بقوله احنا نقول إن هي نزلت في هذا الصحابي الجليل نعم الحياة فعلا الله يفتع عليك هي هي عظمة سبب النزول هي هذه الطرق التي تؤدي إليها ودي طرق مثبتة وصحيحة لذلك لا يقبل في سبب النزول إلا الصحيح المسند عشان كده العلماء دول بقى جمعوا هذه الروايات ووضعوها في كتب بقى اسمه علم أسباب النزول والله يا شيخ خالد انت شوقتنا بقى إن شاء الله إن احنا نبدأ كده في آية ذكر الحكيم من أول القرآن واحدة واحدة مع مستمعين الكرام كل آيات نزلت لها أسباب نزول نشرح قصتها وحكايتها مع مستمعين الكرام ربنا يرضى عنك ويقوينا ويقويك آمين وتعالوا أيها المستمعون الكرام نعيش في هذه الرحلة المباركة في الحلقات القادمة مع آية وحكاية وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر